وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 396 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 72 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبايع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 295 طن في مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 14 طن في مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمند وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 440 قضية من بينها 149 قضية خبز نقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغة قرابة 74 طن